ترجمة نانسي قنقر تشارك وزارة السياحة في مملكة البحرين وهيئة البحرين للسياحة في معرض بيرلين السياحي الدولي ITB بيرلين الذي يقام حالياً في العاصمة الألمانية خلال الفترة من السابع وحتى التسع من مارس والذي يعتبر واحداً من أكبر معارض السياحة والسفر في العالم وتعكس المشاركة البحرينية ما يحققه البطاع السياحي البحريني من أذاء نوعي نحن اليوم مشاركين بجناح مملكة البحرين في ITB بيرلين الذي يعد من أكبر المحافل السياحية ليس فقط في منطقة أوروبا بالعالمياً كذلك ونحن مشاركين اليوم مع 12 منشأة سياحية خاصة للترويج لمملكة البحرين وخلال هذا الحدث السياحي العالمي شاركت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر السيرفي وزيرة السياحة في جلسة نقاشية بعنوان المائدة الوستذيرة للوزراء إلى جوار سعادة ممثلي وزارات السياحة والاقتصاد والترمية المستدامة والرياضة من عدة بلدان فضلاً عن النقاشات وجلسات التي أقيمت على هامش المعرض حول أحدث تطورات صناعة السياحة طبعاً مملكة البحرين تعدت نسب التعافي السياحي التي تم وضعها من قبل منظمة السياحة العالمية حيث أن تم وضع مؤشر من قبل المنظمة أن نسبة التعافي السياحي في 2022 وصلت دولياً إلى ما يقارب الـ 65% ولما نرى المؤشرات لدى مملكة البحرين نرى أن مملكة البحرين تعدت نسبة التعافي السياحي بنسبة 90% في سنة 2022 كما تم تسليم جائزة السفر الدولية باتوى لسعادة الوزيرة السيرفي وهي جائزة فريدة تمنح مرة واحدة سنوياً في شهر مارس في ITB بيرلين وتكرم هذه الجائزة المؤسسات الحكومية والوزارات والأفراد والمنظمات الذين تميزوا في الترويج للسياحة من مختلف قطاعات صراعة السياحة والصناعات ذات الصلة تمتلك البحرين مقومات السياحة الناجحة ويسعد قائمون على القطاع السياحي عن تعزيزها ساريا مرزوق، تلفزيون مملكة البحرين، بيرلين ترجمة نانسي قنقر